السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام ومرحبا بكم في مقطع جديد إن شاء الله ومقطع أسطوري في مقطعنا هذا إن شاء الله سوف أشركم جميع باكجات يوم الاثنين إن شاء الله وهذه الباكجات مضمونة مئة في المئة لذلك أنصحكم بمتابعة المقطع من أوله إلى آخره لأن هذا المقطع سوف يعني يبين لكم هل سوف تنتظرون يعني بما أن تقوم شركة كوراً بإضافة هذه الباكجات لتقوموا باللف في هذه الباكجات أم تقوموا باللف في باكج تشيلسي الموجود فيه إنجلو كانت النسخة رهيبة لهذا اللعب المهم أستطيع سوف أشاركم كل الباكجات التي سوف تكون حاضرة معنا يوم الاثنين أتمنى منكم إشارك في القناة تفعيل زر أجرس والضغط على زر لايك والتعليق بالصلاة على حبيبنا محمد عليه أفضل صلاة والسلام في التعليقات أما الآن ودون تقديم أصدر وكالعادة سوف ننتقل إلى الباكجات التي سوف تكون حاضرة معنا مكان باكج يعني أتشيلسي الموجود داخل اللعبة كما ترون وأول باكج سوف أشاركم إياه هو باكج خاص بفريق جيفونتيس نعم يا أساطار يتكون من ثمانية لاعبين لدينا الحق في ثلاث لفات واللفة الوحيدة بمئة كوينس وأول لعب سوف يكون حاضر معنا هو بونوتي في مركز سيبي بلفل يصل إلى ستة وتعون داخل التشكيلة اللعب التالي هو سيزني هذا الحارس سوف يكون حاضر معنا بلفل يصل إلى سبعة وتعون داخل التشكيلة إن شاء الله ثم اللعب التالي الذي سوف أشاركم إياه هو دانيل لو في مركز الأغبي بلفل يصل إلى خمسة وتعون داخل التشكيلة ثم اللعب التالي هو كوستيتش هذا اللعب يعتبر من أقوى اللعبين من ناحية التمريرات الطاولة إن شاء الله سوف تكون نسخة رهيبة لهذا اللعب في مركز المف بلفل يصل إلى ستة وتعون داخل التشكيلة ثم اللعب التالي هو لوكاتيلي في مركز ديم آف وبلة فليصل إلى 97 داخل التشكيلة ان شاء الله واللعب التالي هو ميرتي في ماركس 7F وبلة فليصل إلى 94 بإذن الله ثم اللعب التالي هو بوقبا في ماركس 7F ببلة فليصل إلى 97 أو 98 guarantee سوف تكون نسخة راهبة لهذا اللعب ثم أخذ العبية والباكتش وأقوى العبية والباكتش هو فالهوفيتش في ماركس 7F ببلة فليصل إلى 99 ان شاء الله داخل التشكيلة الخاصة بكم هذا هو أول باكتش سوف يكون حاضر معنا إن شاء الله بنسبة مئة في المئة يا أساطير كذلك يا أساطير هناك باكج إضافي قامت اللعبة بإضافته يوم الاثنين سوف أشيركم هذا الباكج يتكون من 11 لعب ولدينا الحق في 11 لفة حتى أن نقفل الباكج ليس هناك أي مشكل سوف أشيركم كل هؤلاء اللعبين وأول لعب إن شاء الله هو فيليب أنديرسو في مركز RWF بليفل يصل إلى 95 داخل التشكيلة ثم اللعب التالي هو ميليك في مركز CF بليفل 94 داخل التشكيلة إن شاء الله حارس هذا الباكج هو موصوب في مركز جاكي وبليفل يصل إلى 95 داخل التشكيلة إن شاء الله ثم اللعب التالي هو كريستانتي في مركز DMF وبليفل يصل إلى 94 داخل التشكيلة الخاصة بك إن شاء الله ثم اللعب التالي هو بيراغي في مركز LB بليفل يصل إلى 92 ثم اللعب التالي هو الماز في مركز CMF بليفل يصل إلى 94 ثم اللعب التالي هو اللعب التالي في مركز LWF بليفل يصل إلى 93 داخل التشكيلة إن شاء الله وبوش هو اللاعب التالي في مركز سي بي لفل يصل إلى 93 إن شاء الله ثم اللاعب التالي هو كومينارس في مركز ديم ايف بي لفل يصل إلى 95 إن شاء الله ويعني اللاعب التالي يعتبر من أقوى لعبي هذا الباكش في مركز ديم ايف هو طونالي بي لفل يصل إلى 99 سوف تكون نسخة أسطورية لطونالي إن شاء الله داخل التشكيلة الخاصة بكم أما بالنسبة إلى اللاعب التالي هو سكرينيار هذا اللاعب يعتبر أقوى لعب داخل هذا الباكش في مركز سي بي وبي ليفل قد يصل إل تيسعة وتسعون داخل التشكيله إن شاء الله سوف تكون نسخة عستورية لسكرانيار إن شاء الله وكذلك طونالي أصح كن باللف دخل هذا الباكج بالنسبة لي سوف تقولوا لي هل نقوم بانتظار هذه الباكجات أو نقوم بنبالف في باكج شيرسي بالنسبة لي أستطيع انتظروا هذه الباكجات لأن باكجات عستورية إن شاء الله سوف تكون أقوى نسخة لسكرانيار وطونالي ويعني بوكبا ثم كوستيك وفالاوفيك نصحهم نصح أسطوريا إن شاء الله هذا هو مقطعنا لهذا اليوم أتمنى منكم إشارك في القناة ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله